منذ تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية في مجلس الأمن شهر تموز الماضي تعلن حكومة الإنقاذ العاملة في إدلب عن فتح معبر بين مناطق نفوذها أي تلك الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام ومناطق سيطرة النظام وعلى غير المتوقع تدخل لليوم الثاني شاحنات محملة بالمواد الغذائية قادمة من حلب مرفوع عليها شعار منظمة برنامج الغذاء العالمي تقول الإنقاذ إنها مواد غذائية مخزنة في مستودعة تابعة للمنظمة سيتم نقلها إلى مناطق الشمال ما يثير تساؤلات حول تلك المساعدات ولماذا يتم نقلها إلى إدلب تعالت الأصوات الرافضة لتلك الإجراءات واعتبرها سكان الشمال مقدمات لفتح معابر برية مع نظام الأسد وأنها تؤسس لما بعدها لجهة إدخال مساعدات إنسانية عن طريق النظام من جهة ومن جهة أخرى إنها خطوة لإنقاذ النظام الذي يعاني عزلة اقتصادية منذ فرض العقوبات الأمريكية والغربية عليه ضمن حزمة عقوبات قيصر وتلك خطوة يراها السكان ربما منقذا لعزلة يترنح بها نظام الأسد الخطوة الأخيرة تزامنت مع زيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى العاصمة دمشق لبحث ملف المساعدات الإنسانية ما يفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول مآلات تلك الخطوة فهل تسعى روسيا من خلال الأمم المتحدة إلى تعزيز دور نظام الأسد في الملف الإنساني؟ أم أنها تجسيد لمساعي موسكو المستمرة لسحب الملف الإنساني من أيدي المعارضة؟ وما هو دور حكومة الإنقاذ ومن خلفها هيئة تحرير الشام المسيطرة على الشمال من تلك الصفقة؟ وهل يمكن للأمم المتحدة التعامل معها؟